وكلها خلاص كام يوم ونستقبل شهر رمضان المبارك ويمكن أكتر تحدي بيواجهنا كلنا دلوقتي هو هزبط وقتي إزاي الموعيد الصحيان بدري طب والقهوة طب معادل الصحور طب إزاي هقدر أخرج مع صحابي في نفس الوقت أصلي وألتزم إزاي أعود مع أهلي إزاي هتفرج على المسلسلات في نفس الوقت أشتغل وواظب على شغلي من غير مأثر فيه أسئلة كتيرة قوي صحيحة بسانت طبعا أسئلة كتيرة جدا في شهر رمضان أهم حالي يا بسانت فكرة إزاي حالة النفسية تبقى صحية مظبوطة في رمضان في بعض الأحيان بنتعصب كتير في ساعة فقت الوقت الفطار الساعة أو الدعاية اللي بتبقى قبل الفطار دي بيبقى فيه شد كده جوة البيوت إزاي عيش رمضان بصحة نفسية متزنة ده سؤال مهم جدا هنسأله إلى جانب أسئلة كمان معنا النهاردة وضفتنا في استوديو صباح الخير يا مصر يا دكتور ريهام حسن استشاري الصحة النفسية صباح الفل على حضرتك صباح خير صباح وحضرتك طيبين طيب حنبتدي الأول برمضان وتقوص رمضان كتير جدا وفكرة اللمة إن احنا طول السنة كلنا لسا متكلم مع بسانتوا مع حضرتك قبل الستوديو طول قبل الفقرة طول السنة إحنا بعيد عن بعض إزاي رمضان تبقى فرصة إن احنا نتجمع وده يأثر إزاي على صحة النفسية للأطفال والأب والأم صح مظبوط يعني إحنا فعلا طول السنة الأسرة تقريبا ما بتجمعش على صفرة واحدة ودي حاجة مهمة جدا لكل أسرة اللي بيها الروابط العاطفية الأسرية تبقى قوية إن هما يتجمعوا صفرة واحدة يبقى فيه بينهم عادات مشتركة يبقى فيه حوار بينهم موجود حوار مشترك موجود ما بين الأب والأم والأولاد الكلام ده مهم جدا للإجباع الأمان عند الولاد والروابط العاطفية ما بين الولاد وما بين الأب والأم فهي بداية من لمة الأسرة يعني رمضان فرصة عظيمة جدا للمة الأسرة ولمة العيلة في الصحور وفي الفطار لأن المواعيد تبقى سابطة ما فيش حد عنده بره ومجغول وهيتأخر ومش جاي كله بيبقى سابط فمن هنا أنا شايفة أن رمضان بتبقى فرصة عظيمة للمة العيلة ولقعدة الكلام بما أن نحن نتكلم عن العيلة دلوقتي معظم الأمهات عندهم التحديد أنا ولادي عايزة أخليهم يبقوا بيصوموا يبقوا بيصلوا يبقوا حتى عاديين معنا أكتر بعض الأولاد في سن كبير شوية بعض الفطار على الطول بيجروا ويخرجوا مع صحابهم زي أقدر أخلي أولادي أعودهم أول حاجة لو في سن صغير على الصيام من غير ما بقى برهبهم أو برغمهم في نفس الوقت لو كبار شوية أنه أعادهم معي ونعمل التربط الأسري ده هو أهم حاجة أن الطفل يعني السؤال ده بيعتمد على الطفل عنده كم سنة يعني طفل عمره سبعة غير طفل عمره عشر غير مراهق فطفل عمره سبعة إحنا بنرغب هي فكرة الترغيب وليس الترهيب يعني مش بنضغط عليه عمره سبع سنين بنضربه بنبدأ نضربه خطوة خطوة والتدريب مش هصومه 16 ساعة يعني لغاية الظهر وبعدين الترغيب هي الرغبة أقوى من أننا حتى يعني هي اللي بتحرك القدرة الرغبة فترغيب الطفل وحبه للصيام دي أهم حاجة أهم من أننا أقول له لأ لازم ولأ المفروض ولأ تعمل ده طفل يعني إدراكه غير إدراكنا استيعابه غير استيعابنا فالترغيب في الموضوع بالتحفيز إن هو يحب الموضوع إن إحنا نحفزه ونشجعه وبروفو عليك وصمت النهاردة لغاية الظهر ده إيش يا ترى دي الكلام ده لغاية سنة عشر سنين لو بدأنا معاه من سنة سبع سنين لغاية الظهر وبعدين شوية وحدة وحدة كده لغاية عشر سنين هو يكون حابب ليه نحنا هنفهمه المعنى المضمون للصيام جميل المعنى الحقيقي للصيام مش إن إحنا هنقطع أكل وشربه بس لا فيه أعمال خير وفيه عطاء وفيه بركة وصلة أرحام فيه صحة والخير بتاع الصيام أو معنى ومضمون الحقيقي الحلو للصيام ترى ريهام رمضان دايما فكرة العصبية بنشوفها كتير جدا وأي حد يقولك أنا صايم ويبقى عصبي وصوته عالي وجوه بيوتنا المصرية والأسر دايما الوقت اللي بيبقى قبل ساعة الفطار الزنق اللي بتحصل دي بنلاقي فيه عصبية فيه شد فيه صوت عالي فيه نائل إزاي أنا أحاول أرشد من سلوكي النفسي هنا في رمضان طيب السؤال ده بصراحة مهم جدا لأن بتحصل إن حضرتك عارف حتى في الشوارع الناس حد يزنق عليك بالعربية حاجات ممكن تتجاوز عنها في يومك العادي بس في رمضان تلاقي نفسك وقفت عندها هي الفكرة إن الناس العادات بنبتدي نتضرب عليها قبل دخولنا رمضان وخصوصا الناس اللي مثلا بتركز قوي على الكافين قبل رمضان الموضوع ده بيبقى صعب عليها جدا فضروري التدريب على الصيام قبل رمضان إن إحنا ممكن نؤخر حتى الفطار يعني ما ننصحاش نفطر على طول نؤخر شوية الفطار نقلل الكافين شوية نشرب مياه كتير كلام ده قبل رمضان يعني عشان ما تدخلش على طول رمضان وإنت مش مهيئ لها فالموضوع بيبقى صعب جدا على الناس القطع العادة فجأة تبقى صعبة جدا طيب إزاي أزبط يومي في رمضان إزاي ما بين كل التحديات دي عارفة بنبقى عايزين إيه إحنا كلنا أنا عايزة أروح شغلي وعامل كويس قوي في شغلي وده مهم وعايزين أتكلم عن النقطة دي وعايزة أرجع البيت أعمل أكله وعايزة أخذ بالي من ولادي وعايزة أخرج مع صحابي وعايزة تاني يوم أقرر نفس الروتين في نفس الوقت أبقى أصلي هل يفع أصلا كله ده يحصل ولا لازم أزبط روتيم هو مستيقلك على حاجة هم مفيش حاجة بالنسبة ماء في الماء بس عشان نبقى متنفقين من الأول يعني مفيش حاجة اسمها بالنسبة ماء في الماء يعني مش كل ده هيحصل كل يوم وهتبقى صعبة بصراحة بس هي الفكرة على قد ما بتقدري يعني على قد ما بتقدري وطبيعي جدا أن أنت هو بيبقى صيام أول كام يوم بتبقى صعبة شوية وبعد كده بتتعودي فبتلاقي نفسك ماشية في روتين يومك طبيعي جدا ما بيبقاش فيها أي مشاكل هي بتبقى أول كام يوم بتبقى صعبة بس مش هتقدر تعملي كل حاجة في اليوم ما طبيعي هتبقى عايزة تعودي شوية وتريحي شوية وفي يوم هيبقى الأكل جاهز وفي تحضيرات بتبقى قبل رمضان في الأكل هتوفر على المرأة العاملة وست البيت برضو يعني هم بنحضر قبلها الأكله بنحطه بنزبطه بحيث أن الستة ربة المنزل أو السيدة العاملة اتروح البيت تحط الحاجة والحاجة تخلص على طول فالموضوع بيبقى ليه تحضيرات قبلها وتبقى بتسهل شوية علينا الحياة في رمضان شوية والحقيقة الستة بتتعب جدا في رمضان يعني كل ستات بيوتنا والمرأة طبعا حتى كمان لو كانت عاملة يعني هي بعدها شغل بعدين تبقى لازم الفطار يتحضر وغيره فده حيخلني أسأل حضرتك سؤال المرأة العاملة على فكرة وست البيت على فكرة برض والاتنين بيبزلوا مجهود وفي رمضان إزاي بقى البيت نفسه يبقى في حالة تعاون جميلة كده الزوج والزوجة ولو في أولاد الأولاد كمان يتعاون لأنه هو فكرة أنه ما ينفعش حد واحد يعمل كل حاجة في البيت بص حضرتك صدقني هي النقطة دي مش في رمضان بس يعني طبيعا النقطة دي تبقى في ثقافتنا سلوك حياة وعداد في الأسرة موجودة وحقيقي المشاركة جوة الأسرة هي شيء مهم للغاية طبع ولمة الأسرة مهمة للأطفال كمان يعني فكرة الانتماء عند الطفل دي حاجة مهمة جدا وهي بتبدأ في لمة الأسرة بتبدأ في لمة العيلة لأن الانتماء ده ده شيء أساسي في الهوية يعني حاجة مهمة جدا فمشاركة الأسرة هو شبق منتمل وطنه إلا إذا كان منتمل أسرته في الأسرة طبعا يا فاندن طبعا ده ما فيهاش كلام فدي مهمة للأطفال ولنفسيتهم ولبناء شخصيتهم لمة الأسرة والمشاركة في العادات والمشاركة جوالبيت والقعدة والسمع يعني الاستماع يعني أن أنا أسمع ولادي كويس أن أنا أشاركهم أن أنا أتعاون ويتعاونوا معي دي حاجة في منطقة الأهمية طيب بعد الناس في رمضان بيصحوا على الفطار يكملوا لغاية الصحور يطبقوا لتاني يوم بعدين يناموا عشان يصحوا على الفطار وهكذا شخصهم إزاي دول في آخر رمضان بينهاروا بعد جهازهم العصبي بينهاروا قبل آخر رمضان في نص رمضان بينهاروا آه دي حقيقة النهار رمضان كله يبقى أنام فيه ما دي حقيقة لأنه النهار مهم في رمضان يعني يعني مهم جدا والعمل في رمضان على فكرة مهم وصحي وعلى مستوى الصحة النفسية وعلى مستوى كمان الصحة الجسمانية مهم جدا فانت بتفقد جزء كبير قوي من يومك فلا هو في الآخر الموضوع بيبقى صعب جدا رمضان بش بس يعني الكف عن الأكل والشرب زي ما بيقولوا الفريدة الصيام في قيم رمضانية مهمة جدا طبعا حضرتك ذكرت قيم الخير صلة الأرحام البركة العطاء عمل الخير إزاي أعظم القيم دي عشان في الآخر يبقى شخصيتي نفسية أو يعني سلوكي النفسي سوي طبعا العطاء يا فندم وخصوصا شهر الخير شهر البركة ولمة خير وضروري جدا إن احنا كمان لما بيكون في أطفال في العيلة نشاركهم الموضوع ده يعني لو بنعمل وجبات نشاركهم فيها وينزلوا ويوزعوها بنفسهم وينمسوا المعنى الحقيقي للعطاء دي حاجة مهمة جدا وفي رمضان هو شهر الخير هو الخير فيه والعطاء والبركة وشهر الرحمة والروحانيات والسلام فشهر كريم الحمدلين اي تاني من القيم الرمضانية اللي لازم نطلع بها حتى من رمضان يعني خليني أدي حضرك مسألة إنه دايما نحن في رمضان بنحاول نعمل ايه 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 نوفر طاقتنا شوي فما بنشتغلش مية في المية او ناس كتير يعني مش كل الناس بتعمل كده فايه القيم اللي احنا لازم نطلع بها من رمضان وقدي ايه مهم ان انا قدي مية في المية من مجوودي وطقتي واخلاقي العملية لشغلي عشان ما اصرش بس بحجة ان انا صاعد طبعا لان الصيام مش قطع اكل وشرب الصيام اخلاق والدين اخلاق طبعا يعني فكرة ان تبقي غضبانة او عصبية او هتحتدي على حد وتمنع نفسك من ده ضروري جدا ان تبقي فهمة فضل منعك لنفسك وقتها هيبقى عاملة صحيح لان ده فضل ده حاجة لها يعني قيمة كبيرة جدا وبيقوي الشخصية فانت الشخصية اللي بتملك نفسها ساعة الغضب الشخصية قوية طبعا يا فاندم طبعا يعني وحاجة بسيطة جدا يعني انت لو قعد هتقوم لو يعني هتشتت انتباهك شوية عن انفعال الغضب والعصبية لجواك بس دي كل يعني او ايه سر العصبية الزيادة في الصيام يعني هل بيبقى طبعا 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 الطاقة اولا عدم شرب المية على فكرة لان الناس كمان اللي بتبقى مركزة جدا على الكافين الموضوع عندها بيبقى صعب جدا فبتعوضوا دايما انها بتشرب مية كتير بتاكل خضار وفكهة كتير علشان نسبة الاكسوجين في الجزم بتبقى نزمة مزبوطة فتحسي ان انت هدية انما القصة بتاكل الكافين لما بيبقى عالي لا الناس بتتعصف بسرعة والطاقة بتقل بسرعة جدا حجة اننا صايم نأجل الشغلة لبعد رمضان نأجلها لبعد رمضان ده بيأثر ازاي على شخصية الانسان لما يعني يتعامل مع الشهر انه هو شهر راحة وشهر بس اكله وشربه وما يشتغلش بالطاقة اللي المفروض يشتغل به دي عقلية بقى دي افكار يعني دي عقلية الحقيقة وتعود وكسل ويعني هي بتبقى الشخصية دي تلاقيها في اغلب احيانا على فكرة هي مش فكرة قبل رمضان بس او بعد رمضان هنبتدي نعمل او ان رمضان شهر هننام فيه هي هتلاقيها طول السنة هو شخصيته كده هي شخصية كده طول السنة هتلاقيها كده كسولة بتأجل مش حلالة يعني مش بتاعي تحلون مشكلات مثلا يعني شخصية تاخد قرارات مزبوطة تحل المشكلات على طول لا يعني تأجل الحاجة هرابة ما تواجهش طول السنة يعني شخصية نفسها هتلاقيها كده لو انا من الناس اللي شغلي سامحلي سامحلي اشتغل بعد الفطار هل بتفضلي الناس اللي عندها رفاهية رفاهية دي في شغلها هتعمل ده ان هي تشتغل بعد الفطار بعد الفطار لو هي عندها القدرة او ظروفها تسمح بداهي ايه المشكلة انها تشتغل بعد الفطار يعني لو هي ظروف عندها تسمح وهي مهيئة نفسية انها تشتغل بعد الفطار ايه المشكلة؟ فيه ناس بتشتغل بعد الفطار وفيه الناس دلوقتي بتشتغل أونلاين يعني ناس اللي هي شغلها كده مش محتاجة وفيه الناس شغلها حر فتبقى بتفضل أحيانا في رمضان بعد الفطار إنها تشتغل طب لو طلبنا منك كده رشدة نفسية أو نصيحة نفسية وإحنا مقبلين على شهر الخير شهر رمضان تقول إن إيه أقول قيسون طيبين شهر رمضان شهر كريم شهر معنا ومضمون مش صيام عن أكل وشرب بس فياريت نقدر إن إحنا ناخد ونحصد منه الخير اللي فيه الخير من العطاء الخير من البركة ياريت الناس تتضرب قبل دخول رمضان عن إنها تشرب مياه وتأكل شوية الفطار والروابط الأسرية شوية نهتم بيها وهي فرصة كويسة للمة العيلة في رمضان نشكرك دكتورة ريهم أحسن استشاري الصحة النفسية كل شكرا لك على توجدك معنا طبعا وكل سنة وحضرتك طيب وإنتوا طيبين شكرا لك شكرا لك شكرا لك